للدين نور يهدي الحائرين السائلين إلى الطريق المستقيم يكشف الحقائق الغائبة ويجيب على المسائل الشائكة لفتح الآفاق الضيقة وإنارة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يسأل كثير من الناس عن أخلاقيات العمل كل عمل له أخلاقيات خاصة وله برنامج يؤدي إلى تحصيل أهدافه والعمل بشكل عام له أخلاق أيضا تسمى بالأخلاق العامة والقيم وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا الأخلاق منظومة ضرورية وليست من نافلة القول الأخلاق هي التي تميز الإنسان عن سائر الكائنات ولذلك من الله سبحانه وتعالى على نبيه فعظم شأنه وقال وإنك لعلى خلق عظيم الخلق العظيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتضاها الله سبحانه وتعالى مثالا للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ربط القرآن الأخلاق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وجعلها هي الأساس في الطريق إلى الله ولذلك تكلم علماء المسلمين عن أن نخلي قلبنا من كل قبيح أي من الأخلاق وأن نحليه بكل صحيح أي من الأخلاق فالأخلاق هي التي تصلنا بالله وهي التي تكون سببا للفلاح والنجاح في هذه الدنيا تحترض الله سبحانه وتعالى ومن أجل ذلك نهتم بهذا المعنى اختلف علماء التنمية ما الفرق بين الدولة النامية والدولة التي فيها النمو يسير بطريقة سهلة وآلية فتكون من الدول الكبيرة وكان من علماء التنمية وهو أمريكي الجنسية يتكلم عن أن الدولة النامية لا تعرف الجدية وأن الدولة التي فيها النمو قد استقر تكون حياة أهلها جادة وإذا رجعنا بهذه الكلمة إلى ديننا وإلى حضارتنا وإلى تاريخنا وإلى واقعنا نجد أن هذه الجدية لها عناصر عناصر الجدية هي إتقان العمل ونرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينبهنا على هذا فيقول إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقده هذا كلام لم نؤلفه الآن أو ندعيه لكن قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرشدنا إلى الله من عناصر الجدية الديمومة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل من عناصر الجدية الحفاظ على الوقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه من هذا العمل في روح الفريق ونرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يدو الله مع الجماعة لينوا في أيدي إخوانكم إني أراكم في صف الصلاة وهو وإن أراكم في صف الصلاة وإن أراكم في صف الصلاة فاستقيم هذا العمل في روح الفريق إنما الإمام ليؤتم به فإذا رأيتموه راكعا فاركعه وإذا رأيتموه سجدا فازجده الأمانة من الجدية الالتزام من الجدية كل هذه العناصر قد أمرنا به أحب أن أستمع إلى ما يقول في خاطركم أو ما تصطدمون به في حياتكم العملية حول هذا الشأن أخلاقيات العمل فمن كان عنده سؤال فليتفضل يتفضل بنلاقي مولانا بعض الناس لما بتشتغل في كذا شغلانا مثلا يشوف شغلانا مثلا شغلها فلوسة قليلة فتلاقيه يقول أو يبرر نفسه اللي أنا مش مش ههتمل بالشغلانا أو يلاقي نفسه المبرر إن هو ميركسش فيها سواء في عمل خاص أو حكومي أو كده وحتى ممكن عنده مشاكل مع مدير العمل أو مشاكل في الشغل فده بيؤدي ساعات إنه هو ما يبديش للشغل حقه فإزاي الواحد أو رأي حضرك إيه في القصة دي وإزاي الواحد يتعامل مع الأمور دي الإنسان في العمل يجب عليه أن يعرف مكانه أين هو فين هو لأنه ممكن أن يكون رئيسا وممكن أن يكون مرؤوسا وممكن أن يكون فوقه طبقات من الرؤساء الرضا بما أقامك الله فيه أول طريق النجاح وأول طريق الرضا والتسليم بحالك وبما تقوم به في بعض الأحيان يتشوف الإنسان إلى أن يؤدي ما ليس في مجاله ودوره وهنا علم الإدارة تنبه إلى هذا الخلل علم الإدارة بدأ من بدايات القرن العشرين لكنه في خلال سنوات قليلة تمت فيه دراسات إنسانية واسعة وكلها تهدف إلى تحقيق النجاح ولذلك من المهم للغاية على المسلم أنه يتعلم علم الإدارة من علم الإدارة ألا تتعدى رئيسك من علم الإدارة أنك فيه اللي إحنا بنسميه عندنا الصبر طولة البال كثير من الناس يصطدم في مثل هذه المواقف لأنه عندهش طولة بال لأنه متشوف لأنه يريد أنه ينط درجتين ثلاثة علشان خلق الإنسان عجولة لأنه مش مش راضي مش راضي بوضعه هو فاكر إن الوضع اللي هو وضع فيه يعني أقل من مما ينبغي أن يكون هو فيه لو إن إحنا توضعنا شوية أو شويتين ما فيش مانع لو إن إحنا رضينا بمكاننا لو إن إحنا طوعنا ابن عطاء الله السكندري وهو يقول يعني كن حيثما أقامك الله يعني ربنا أقامك هنا أصبر بقى لغاية ما ربنا واترك ربك ينقلك ما تخليش أنت نفسك اللي عايز تتنقل من مكانك إلى مكان آخر أو من مستواك إلى مستوى آخر أغلب المشكلات هتتحل لكن في مشكلات أخرى بتأتي مما أسمعه علماء الإدارة بالعلاقات الإنسانية في العمل والعلاقات الإنسانية في العمل جزء منها أخلاق الرئيس نفسه فممكن الرئيس يبقى غيور حقود وضعه يعني ما هواش برضو في المنظومة الأخلاقية لكن كلامنا اللي إحنا بنقوله ده هو للجميع للرئيس والمرؤوس فليس منا وليس منا كلمة صعبة شوية لأنه يعني مش مننا يعني لكن هو ليس من شأننا وليس من أخلاقنا وليس من يعني الطريقة بتاعتنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا برضو الكلام ده للرئيس نفسه رئيسك اللي في الشغل يجب عليه أنه يبني كل هذا على الحب طيب قول اتفضل مولانا يعني كما حضرتكم أشارتم أني لنا أسوى حسنة في سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا صلى الله عليه وسلم يعطي كل ذي حقا حقا واخد من النقطة دي نقطتين من نسبة لبعض بقات العمل المضراء بيرأي مثلا على حساب مثلا الثقة أو اللي بتتاخد انطبع معين بتقال عليها اللايك والديسلايك مش على معيار الخفاءة وده بيسبب لبعض المرؤوسين نوع من أنواع الإحباط والنقطة التانية فضلتك أني اللي بيكون بعض تقييم لبعض المضراء بيكون على أساس احتياجات شخصية غير برى بيئة العمل بيطلبها من المرؤوسين وبيعتبرها أنها حق مكتسب لي وممكن على أساسها يتبع سياسة الأقاف في العمل وفي بعض الأوقات ممكن يرفض الشخص ده من العمل نفسه ولذلك بنقول النصيحة النبوية وهي تخاطب هذا الرئيس غير العادل اتقي الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن حل هذا هو توجيه هذه النصيحة إلى ذلك المدير أنه يا أخينا أنت هتسأل أمام الله سبحانه وتعالى عما تفعل من رعيتك فكل راعي مسؤول عن رعيتك وفضل يورينا الرعاية دي موجودة في كل شيء ومنها هذه الحالة وعلى كل حال قدامك فرصة إذا صدر منك ما رأيته انتقاصا من مرؤوسك أو ظلما له عوضوا وأتبع السيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن يعني ما تحملش عليه أنه هو كده وبس وكده لا وإنما قالوا لقيني ولا تغديني يعني طريقة وصول المعلومة أو القرار له أيضا في هذا المجال له مكانة وكله محسوب عند الله طيب نشوف في أسئلة هنا تفضلي طيب ما قلنا دلوقتي سيدنا النبي كان الخادم بتاعه بيقول أنه هو لم يقل لي لما فعلت ولما لم تفعل قط فإحنا ما بنعمل مع الناس كده مش بنقولهم لما فعلت ولما لم تفعل بس بنعملهم بالرحمة فبنعملهم مثلا أنه هو هيشتغل ثمان ساعات فاخد بريك في الثمان ساعات ده طيب يعني بتعمل كأن إحنا يعني عايزين حد يام معنا كده فبيحسوا بقى ده طيب ده مش هيقول لي حاجة لو اتأخرت شوية مثلا في الأكل ده مش هيقول لي حاجة لو بدل معمل عشر قطع أعمل خمسة أصلنا تعبت أصلنا اتأخرت أصلنا مش عارف حصل لولادي إيه ويدخلونا بقى في حوارات حياتهم زيادة عن اللزوم يعني بقى نصحاب بقى خلاص فإنبع السلام لما لم يسأل أنس أنس شالها له جميلة فردها في صورة الالتزام وأقصى حاجة أنه راح يلعب مع العيال شوية مرة فتأخر عليه فقال له أرهق تاني فنزلت الكلمة عليه منزل شديد أنك أرهق تاني يعني زعل من نفسه وحفظها طول عمر ويبلغها للأمة إذن فإذا كان في حد زي أنس نعمل زي سيدنا رسول الله لكن ما فيش حد زي أنس يبقى على طول من شدة الحزم لا من شدة الحزم فكانت تملي سيدنا عمر بن عبد العزيز سيدنا عمر يعني يجيه بعد يجيه للصحابة لكنه كان مكتهدا وكان عابدا وكان تقيا رضي الله تعالى عنه حتى سمي بخامس الخلفاء الرشدين يقول عبارة تحل لنا الحكاية اليحدث لكم من الأمر بقدر ما تحدثون كل ما هتسيبوا شيء من الخير من الوعي من الفهم هيشدد عليكم لأنه إحنا عايزين نصل إلى نتيجة عايزين نصل إلى عمارة عايزين نصل إلى نجاح عايزين نصل إلى رضا الله فأصبحت مثلا يضرب وينسب إلى سيدنا عمر ابن عبد العزيز يحدث لكم من الأمر يعني الحكاية تتغير والأساليب اللي هي النبوية الراقية دي اللي كانت مع واحد راقي زي أنس بن مالك بتفرض علينا أن نحن نبقى زي أنس ما بقناش هتتغير الحكاية وهتفضل لكن الإطار العام يا عائشة إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة تملي بنفتكر إن إحنا مكلفين بالرحمة وبالرفق في الأداء وأن التبسم في وجه أخيك صدقة نعم أولانا في بيئة العمل شخصية تظهر دايما بتحاول تنقل المعلومات لرؤسائها عن علاقات للناس ببعضها زي مثلا تاخد سكرينشوت من بوست على الفيسبوك أو من صورة على انستجرام وتبعته وتبين مكان اللي الشخص دوت فيه وتوضح حياته التانية عاملة زي للرؤساء ممكن يكونوا يستهدفوا منها إن هم ياخدوا مكاسب عند مديرهم عند حاجة كده نقدر نحن نتعمل معهم ازاي زي اللي هو بيطلق عليه مسلا عصفورة في المجتمع عكبية عصفورة في الشغل دايما ناقل المعلومات نتعمل معه ازاي وهو رأي حضركم فيها ايه في بيت العمل شخصية بتظهر جا دايما بتحاول تنقل المعلومات لرؤساءها عن علاقات للناس ببعضها زي مثلا تاخد سكرين شوت من بوست على الفيسبوك أو من صورة على انستجرام وتبعثوا يتبين مكان الشخص دوت فين توضح حياته عاملة زي للرؤساء ممكن يكونوا يستهدفوا منها إن هم ياخدوا مكاسب عند مديرهم عند حاجة كده نقدر نحن نتعمل معهم ازاي زي اللي هو بيطلق عليه مثلا عصفورة في المجتمع عصفورة في الشغل دايما ننائل المعلومات نتعمل معه ازاي وهو رأي هدركم فيها ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالامانات يعني ينبغي على الانسان ان يكون امينا على المجلس نهى الشرع كله عن الغيبة وعن النميمة وعن البهتان وعن نقل الكلام كاره الله لكم يا ربنا اكره هذا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال الكلام واضح انه هذا فعل ردي لا مرضي يبقى الكلام ده مرفوض ولذلك حكاة العصفورة دي العصفورة اللي هو افشل السر او افشل الكلام في فرق كبير جدا بين النصيحة والفضيحة وقلف علماء المسلمين كده الفرق بين النصيحة والتعيير اللي هي الفضيحة يعني امرنا بالنصيحة الدين والنصيحة صاحبنا لو رأى نقصا في هذا يجب عليه شرع يجب يعني يأثم اذا لم يفعل يعني هيتحسب عليه عقاب عند الله سبحانه وتعالى العصفورة ده يروح يقول زميله في حاجة غلط انت وقعت فيها كذا كذا يبقى من باب التناصح لكن يروح يقول لرئيسه علشان رئيسه يوقع العقوبة بيه علشان يحدث فتنة بين الناس فهذا نوع من انواع الغيبة والنميمة والبهتان ولذلك النوع السلام قال ان كان فيه فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهدته يعني اما انت كمان هيبقى هيبقى فتنة وكذب او هيبقى فتنة الوحدة يعني ضايع ضايع الاثم ما هواش على العصفورة بس ده الاثم على المعصفر ايضا فالمعصفر ده هو اللي هو جات له العصفورة وقالت له وقالت له وقبلت ليه الدايرة دي كلها وحشة السامع وحش والمستمع وحش والسامع وحش وكل وحش يعمل كده ليه طيب تفضل مولانا كلنا يعلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فماذا لو امر يعني رئيس العمل بفعل معصية كأخذ رشوة أو مثلا يعني امضي ومشي الموضوع مع ان الموضوع شرعا ما يمشيش أو عديها يعني مثلا واحد في مواصفات معينة مثلا هيستلم حاجة معينة بمواصفات معينة ماذا لو يعني خالف ضميره وخالف اخلاقه وخالف يعني طاعة ربه سبحانه وتعالى ارضاء لرئيسه في العمل الحتة دي حتة دقيقة واستضمنا فيها بوقائع مختلفة في حاجات بينة فلو قال لي روح خد رشوة ارفض كلام ما فيش كلام كلام ما فيش وجهات نظر ما فيش شيء يحمل عليه اتفاق ان الرشوة دي غلط وان الرشوة دي حرام انا مش هعملها فما تعملهاش لكن كثير جدا مما عرض علينا في حياتنا كنت انت اللي فاهم غلط لانها ليها وجه تاني لانها ما هياش كده ما هياش بالفاعان بتاع الرشوة رشوة دي مصيبة سرقة دي مصيبة كذا لكن لا ده انا بعمل كده ارتكابا لاخف الضررين فهنا بتأتي دور المناقشة يا مولانا دي ما هي غلط فيقولك لا مش غلط ما تخافش انا عارف انا بعمل ايه خلاص تعملها لانها صحبة اتجاهات صحبة وجهات نظر كثير جدا مما عرض علينا كان فيه وجهات نظر اما الحرام المحض المتفق عليه اللي كلنا عارفين انه غلط يبقى ما تنفذوش ابدا ولو كان ده يعني يؤدي الى انهاء العمل نفسه لو كان عمل خاص او كده الى آخره وبنجري فيه احنا بنقف هنا موقف صلب لانه كفانة سكوت عن الفساد وكفانة ولكن بعد ما نكون متأكدين مش بعد ما نكون نظن كده انه دي من التقوى او من الورع او انها حالة واحدة الى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته